مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب بنكمل مع بعض ما قد بدأناه الاسبوع الماضي عن الكتاب المقدس كيف جمع وكيف وصل إلينا كلمنا الاسبوع الماضي عن مراحل الكتابة التي يمر بها أي كتاب عادي وطبقنا دواً على الكتاب المقدس وتكلمنا عنه بكل التفاصيل لكن نهاردة هتكلم عن أهم المخطوطات اليونانية للعهد الجديد زي ما حضراتكم تعرفوا أنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض له مخطوطات من حيث الكثرة زي الكتاب عادي مش بس من حيث الكثرة لكن كمان من حيثه قرب الزمن ما بين المخطوطة وما بين الأحداث اللي حصلت فالكتاب المقدس له من المخطوطات الكثير والكثير ولو كلمت عن العهد الجديد هكلم عن أكتر من خمسة وعشرين ألف مخطوطة أكلم عن المخطوطات اليونانية اللي بتعدي حوالي خمسة تلاف سبعمية أكلم عن اللاتينية اللي بتعدي عشر تلاف مخطوطة أكلم عن الترجمات الأخرى مثل الإبطية والسريانية وغيره اللي بتعدي أيضا تسعة تلاف وتلتميت مخطوطة لا يوجد كتاب على وجه الأرض له هذا الكم الهائل من المخطوطات بعضها مخطوطات صغيرة أجزاء من الكتاب المقدس وبعضها أجزاء كبيرة وبعضها الكتاب المقدس كله وش كده النهاردة أتكلم عن أهم هذه المخطوطات المخطوطات اليونانية ركز النهاردة كلامي عن نص العهد الجديد كويس اللي هي المخطوطات اليونانية للعهد الجديد زي ما قلت كيف كتب العهد الجديد وكيف نشره ازاي تم نشر مخطوطاته ووصلها إلى الكثيرين حول العالم الكتاب المقدس مر أو العهد الجديد خلينا أقول مر بثلاث مراحل مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة كتابة الأصفار مرحلة كتابة الأصفار والمرحلة الثانية هي مرحلة التجميع بعدما الأصفار اتكتبت كويس حصل نوع من التجميع لبعض الأصفار مع بعض ونتكلم عنها شوية بالتفصيل والمرحلة الثالثة هي مرحلة الكتاب الواحد يبقى بدأنا من كتابة السفر وبعدين إلى تجميع بعض الأصفار مع بعض وبعدين وصلنا إلى تجميع الكتاب المؤدس أو العهد الجديد كاملا أبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة كتابة الأصفار والمرحلة دي بدأت سنة 49 ميلادية وحتى سنة 90 ميلادية يعني لو حطينا زي ما احنا أو حضراتكم معارفين سواء كورونسوس الأولى أو تسالونيكي الأولى أنه دول من أول الأصفار العهد الجديد اللي تكتبت فنحط زمنها في تقريب سنة 49 ولو قلنا أنه آخر سفر الكتب هو سفر الرؤية في التسعينات وإحنا عندنا الكتابة بدأت من سنة 49 أي بعد قيامة الرب يسوع وسعوده بحوالي 16 سنة واستمرت الكتابة حتى التسعينات من القرن الأول اتكتب كل سفر من الأصفار السبع وعشرين على حدة ما فيه سفرين تكتبوا مع بعض تكتبوا على حدة يعني متى كتب سفر مرؤس كتب لؤى كتب ولؤى كتب سفرين بس كتب الأول السفر الأولاني لؤى وبعدين كتب سفر أعمال الرسول وهكذا رسائل بولوس الرسول والرسائل الكاثولكية أو نسميها الرسائل العامة وسفر الرؤية كل سفر اتكتب مستقلا عن الأصفار الأخرى كتب مستقلا عن الأصفار الأخرى وكانت هذه الأصفار لما بتكتب كانت بتروح للكنيس وكانت تقرأ في الكنيس وكانت تنتقل من كنيسة لكنيسة وكان ممكن يعملوا نسخة من يعني مثلا كرونس الأولى أنه يعمل منها نسخة وديها إلى كنيسة أخرى وهكذا فكل أصفار العهد الجديد اتكتبت سفر سفر وكل سفر كان مستقل عن الأصفار الأخرى ودي المرحلة الزمنية بتاعتها قدام حضرتكم من 49 إلى التسعينات مرحلة الثانية هي مرحلة التجميع بعد لما اتكتب العهد الجديد كويس بدأت الكنيس تحط أصفار مع بعض ويبقوا مجموعة واحدة يعني مع مرور الوقت زي ماقول بدأ المؤمنون الأوائل في وضع مجموعة من الأصفار معا مثال على ذلك الأنجيل الأربعة الأنجيل الأربعة من سنة 180 كويس وأوريجانس بيشير إلى ما يطلق عليه إن وجود الأنجيل الأربعة معا هو إنجيل واحد له أربعة أشكال كويس ويطلق عليها تيترا وانجليون الأنجيل الأربعة مجتمعة معا إنجيل واحد لكنه أربعة أشكال وكمان بدأت تتجمع رسائل البوليس الرسول معا كويس فبدأ يبقى فيه عند الكنيس بدأ يبقى فيه مجموعة من الأصفار مش أصفار مستقلة لكن يروحوا جمعين الأربعة الأنجيل ويخلوها في كتاب واحد يجمعوا رسائل بوليس الرسول ويخلوها في كتاب واحد ودي الفترة دي خدت حوالي خمسين سنة يعني لما أقول إن أوريجانس سنة 180 بيشير إلى وجود الأنجيل الأربعة معا أو للتترا وانجليون معا سنة 180 ده معنا وكانها سابقة لهذه الإشارة وجودها سابق لكلام أوريجانس عنها كويس فبدأت الكنيسة عندها مجموعات من الأصفار العهد الجديد واستمر الوضع على هذا الشكل حتى وصل إلى المرحلة الأخيرة وهي في القرن التالت نهاية القرن التالت أنه بدأ يجمع كل العهد الجديد معنا العهد الجديد موجود الأصفار كلها موجودة ومعترف بها من الكنيس وهناك قبول لهذه الأصفار وهناك سلطان هذه الأصفار سلطان الداخلي الذي يشهد على أنها موحى بها من الله وكانت هذه الأصفار موجودة لكن جات مرحلة الجمعة وبالأخص في وقت الاتهاد لأنه صار حياة المؤمنين مهددة بالموت والاتهاد إذا وجد عندك أصفار من العهد الجديد فبدأ المؤمنين يتسألوا أي الأصفار الواحد ممكن يضحب حياته من أجلها وبدأ هنا تجميع العهد الجديد وعشان يبقى وحدة وحدة كويس وزي ما قلت دي مع نهاية القرن الثالث وبدأنا قبل كده نقرأ على القائمة المورتانية ونقرأ أيضا على الأصفار اللي رفضها مارسيون وقبلها مارسيون والكنيسة إزاي دفعت عن أصفار العهد الجديد إلى آخر هذه التفاصيل اللي ممكن نتكلم عنها في حلقة كاملة عن قانونية الأصفار المقدسة قانونية العهد الجديد كويس فدول الثلاث مراحل مرحلة الكتابة كل سفر تكتب لوحده مرحلة التجميع مجموعات مع بعض بدأ يبقى عندنا الأربع أنجيل مع بعض بدأ يبقى عندنا رسال بوليس الرسول مع بعض إلى آخر وبعدين جاءت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة جمع الكتابة المقدس كله في وحدة وحدة وطبعا عندنا ما يؤكد هذا هو انتشار الترجمات المختلفة للكتابة المقدس سواء الإبطية أو السريانية أو اللاتينية اللي جمعت أيضا أصفار العهد الجديد كلها في كتاب واحد طيب العهد الجديد يمكن تأسيمه إلى أربعة أقسام يعني علماء العهد الجديد بيقول لنا أن العهد الجديد ممكن يتأسم إلى أربع أقسام رئيسية أول قسم هو الأنجيل الأربعة والأنجيل الأربعة هي قصة واحدة لكنها بأربعة أشكال منذ أربعة زوايا لشخص المسيح والأنجيل الأربعة من أهميتها لأنها تحتوي على تعاليم المسيح لأنها تحتوي على كل ما قاله وكل ما عمله يسوع المسيح ولما أقول كل بمعنى ما قصد الوحي لنا أن يكتب لأنه لا يمكن أبدا أنه كان يكتب كل ما عمله يسوع زي ما قال الحبيب يحنى أنه لو كتبنا كل ما قاله وعمله يسوع فالسماوات لن تسع الكتب المكتوبة من كثرتها يعني مثلا نأديكم مثلا بسيط أنه عندنا من معجزات الرب يسوع حوالي 34 معجزة كويس متسجلة لنا في الأنجيل الأربعة طب هو المسيح لو كل المجد عمل بس في 3 سنين 43 34 سوري معجزة لا طبعا ده بيقول لنا الكتاب بكل وضوح في نصوص كثيرة ومتعددة أن جميع الذين أتوا إليه نالوا شفاء وجميع الذين أحضروهم إليه شفيوا كان يشفي كل المرضى في كل قرية كان الرب يسوع يروح طب تسجل إزاي ده ده كثير حتى الأنجيل نفسها هي متكونة من مختارات selective أحداث في حياة الرب يسوع تعليم قالها الرب يسوع معجزات قالها الرب يسوع التركيز الأساسي كان على الأسبوع الأخير في حياة الرب يسوع وعشان الأنجيل موضوعها واحد وهو رب المجد حياته معجزاته تعليمه صلبه موته وقيمته وصعوده فده اتجمعت هذه الأنجيل في وحدة وحدة وصارت زي ما قلت بسموها تترا إيوانجليون الأنجيل الأربعة أعمال الرسل ورسائل العامة أعمال الرسل ورسائل العامة أيضا اللي فيه مخطوطات بتشمل أعمال الرسل ورسائل العامة كويس أعمال الرسل لأنه مواجه إلى الكنيسة العامة والرسائل العامة المقصود بها أنها الرسائل الموجهة إلى الكنيسة في عمومها يعني غير رسائل كورنسوس كانت مواجهة لكورنسوس أفاسوس مواجهة الأفاسوس رميا مواجهة رميا إنما الرسائل العامة دي زي زي رسالة يعقوب مواجهة للمؤمنين الشتات زي كمان رسائل بوترس الرسول الأولى والثانية زي رسائل يحنى الحبيب الأولى والتانية والتالتة زي رسالة يهوزة دي يطلق عليها رسائل رسائل عامة أو الاسم الإنجليزي بتاعها اللي هو Catholic Apostles فالرسائل العامة دي هي موجهة لكل الكنيسة كمان رسائل بولوس الرسول بولوس الرسول كتب رسائل كثيرة اجمعت هذه الرسائل كلها وبعض الكنيس كان عندها كتاب يضم رسائل بولوس الرسول وأنا أتكلم عن المخطوطة دي وبالأخص مخطوطة رقم 46 من المخطوطات أو البردية رقم 46 فإزاي متكونة من رسائل بولوس الرسول وآخر حاجة كان سفر الرؤية دول الأربع أقسام اللي متكون منهم العهد الجديد زي ما عندنا في العهد الأزيم متكون من ثلاث أقسام التوراة والأنبياء والكتب كويس؟ العهد الجديد متكون من الأنجيل رسائل عامة رسائل بولوس الرسول وسفر الرؤية كويس؟ يعني أتمنى أن التأسيمة دي تكون بتساعدنا على فهم الصورة الكبيرة للكتاب المقدس وتكوين طبعا ترتيب أصفار العهد الجديد أنه الأنجيل كويس لو قسمناه من ناحية من ناحية الموضوعية خلينا نقول أنه الأنجيل وأعمال الرسل يعتبر تاريخ سرد تاريخ سرد تاريخي لحياة الرب يسوع وسرد تاريخي للكنيسة فأنا عندي ماتة أمر أسلوه أو يحنى وسفر أعمال الرسل أقدر أقول عليهم أنها أصفار تاريخية وبعدين أجي إلى الرسائل بولوس الرسول رسائل بولوس الرسول خط غلطية تسالونيك الأولى تسالونيك الثانية كورنسوس الأولى كورنسوس الثانية روميا الرسائل المتقدمة التي كتبها في البداية وبعدين فيه رسائل قبل وأثناء وبعد السجن السجن الأول والسجن الثاني السجن الأول كتب فيه كولوسي آفاسوس فيليبي فيليمون الإفراج وقت الإفراج كتب تيموسوس الأولى وطيتوس السجن الثاني كتب فيه تيموسوس الثانية وبعدين أجي زي ما قلت الرسائل العامة تكون من يعقوب العبرانيين البعض بيحط العبرانيين مع رسائل بولوس الرسول بعض القوائم بتحط العبرانين وبتنسبها لبولوس الرسول لكن لو قلت هنا ممكن حتى العبرانين ممكن تعتبر رسالة عامة يعقوب عبرانين يهوزا بوترس يحن الأولى يحن الثانية ويحن الثالثة وآخر سفر اللي هو السفر الرؤوي اللي هو apocalyptic kind of الكتابة بتاعته سفر رؤوي هو سفر الرؤية فده يمكن تأسيمة أخرى للعهد الجديد طيب أجي إلى سؤال مهم وهو ناسخ المخطوطات لما كاتب بيكتب حاجة والحاجة اللي كتبها دي عايزي وصلها لأكتر من مجموعة فكان هنا بيتم أنه بعد الكتابة يتم ناسخ المخطوطة يتم ناسخ المخطوطة هنا بنسميها transition sorry transmission of the text أنه إزاي أنا بنء إلى النص من مخطوطة إلى مخطوطة أخرى والtransmission الترانسميشن بتاع النص نفسه النقل النص ده إجراءات كثيرة جدا وبيحتاج إلى وقت كبير جدا وبيحتاج إلى مجهود كبير جدا فكيف كانت تنسخ المخطوطات طبعا إحنا عندنا أشهر المدارس في ناسخ المخطوطات كانوا العبرانيين كانوا يمكن رقم واحد على مستوى العالم وما زالوا إلى يومنا هذا يعتبر رقم واحد على مستوى العالم النسخ اليدوي لا يوجد شعب نسخ أصفاره المقدسة بدقة وعناية وبأكاديمية زي ما نسخ اليهود اهتموا بكل التفاصيل اهتموا مش بعدد كلمات المخطوطة اهتموا بعدد حروف المخطوطة اهتموا بالهوامش اهتموا بالكتابة على السطر وزي يكون شكلها اهتموا بكل حاجة اهتموا بنوع الجلود بنوع الحبر المستخدم بازاي يتعامل مع اسم الرب الاسم المقدس حتى في العهد الجديد عندنا حاجة لو الرب أعطانا وقت أعمل حلقة عن اسمها نومنا سكارا نومنا سكارا معناها الاسماء المقدسة كيف كان الناسخ في العهد الجديد يتعامل مع الاسماء المقدسة الله الرب يسوع المسيح والروح القدس دول كانوا الخمس الاسماء والمخطوطات الوحيدة يعني المؤمنين المسيحيين هم الوحيدين اللي عملوا اختصارات للأسماء المقدسة ما كانش يكتبها كاملة في المخطوطات اليونانية لا تكتب هذه الأسماء كاملة لكنها لها اختصار ويحط يعني خط على هذا الاختصار عشان يقولك الخط كان يتحط من فوق انا وريكم بعض المخطوطات عشان يقولك انه ده اسمه مقدس اسمه مقدس نوم الناس الكارة كويس فازاي كانت تنسخ المخطوطات نسخ المخطوطات يعتبر مرحلة مهمة جدا في النشر لو انا عايز انشر الكتاب بتاعي لازم اطبعه وهو بيوازي الطبع في مفهمنا الحديث كويس ان انت تطبع الكتاب فبعد لما لما الكتاب بيتكتب كويس وبيتراجع وبتقدم المسودة الاولى والمسودة النهائية بعد المراجعة بيدخل الى مرحلة ايه مرحلة الطبع فاقول مثلا اه انا عايز الكتاب ده يتطبع منه الف نسخة الفين نسخة حسب ما الهدف والميزانية بتاعت الكتاب كويس وما كانتش الناس متعلمة زي ايامنا دي يعني نسبة الامية في بعض البلاد وصلت الى زيرو طبعا احنا لسه في العالم العربي بنكافح يعني في الموضوع ده لكن الامية زمان كانت كتيرة جدا كانت تعدى تسعين في المية ويمكن خمسة وتسعين في المية وليلين جدا من اللي كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا كويس قديما كانت المخطوطة تنسخ بواسطة ناسخ محترف وتأخذ الوقت والمال طبعا لو عايز اعمل اكتر من مخطوطة في نفس الوقت انا كتبت مخطوطة كويس بس عايز اعمل منها اربع خمس نسخ في نفس الوقت بعمل بوظف اربع خمس نسخ وبملي المخطوطة بملي المخطوطة يعني اجي مثلا عند مخطوطة افسوس وعايز اوصلها الى خمس كنيس كويس في نفس الوقت وعايز اعمل خمس نسخ فاسهل طريقة او اسرع طريقة هي مش اسحل طريقة لانك انت بتدفع كتير لكن اسرع طريقة انك تجيب اكتر من ناسخ وتقرأ عليهم رسالة افسوس وانت بتقرأ وهم ايه بيكتبوا مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي بركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قدسين وبللوم قدامه واحد من نسخ قال لك معلش معلش ممكن تعيد الفقرة دي تاني لانه اخر اخر عبارة انا ما سمعتهاش كويس لكن دي كانت الوسيلة وبعد لما يكتبوا تاخدها وتقراها واحدة واحدة وتمضي تحتها باسمك دي كانت الوسيلة للناس قديمة مشكلتنا ان احنا اوقات كتيرة بنفكر في الكتاب المؤدس ب بما نعرفه من امور حديثة انه هيعد ويطبع مئة نسخة ويبعثها المشكلة copy paste فيش حاجة اسمها copy paste كانت لازم تنسخ باليد ومن اصعب الامور انك تنسخ باليد من اصعب الامور هناك هناك تحدي ممكن تعمله مع نفسك انك تاخد خمس اصححات من الكتاب المؤدس وتنسخ انت بيدك مش تقراهم لا تنسخ وشوف الى اي مدى الامر صعب طيب مع مع انتشار المسيحية في ربوع المسكونة بدأ يكون هناك اماكن خلينا اماكن يوجد بيها نسخ من الاسفار زي مكتبات صغيرة كويس فبدأ يبقى في اماكن معروفة في العالم هذه الاماكن اقول اه مكان ده كان مشهور بجمع اصفار العهد الجديد كان مشهور عنده انه جمع رسائل بولوس الرسول بنسميها مكتبات مسحية ادرك المؤمنين الاوائل الاهمية وقدسية كتابات الرسل وكتب الانبياء فاحتفظوا بيها احتفظوا بيها ليتم تداولها بشكل لفائف او مخطوطات كانت كل كنيسة تمتلك نسخة او اثنين او اكثر من هذه الاسفار انا لما يجيلي رسالة بولوس الرسول انا كنيسة افاسوس بتجيلي هذه الرسالة في شكل هذه اللفائف كويس مكتوبة فكل مرة بعمل ايه بفتحها وقرأ منها وبعد لما اقرأ منها على جماعة المؤمنين في الكنيسة اروح لفيفها تاني كويس ومسلمها لأمين المكتبة اللي في الكنيسة كان فيه ناس مسؤولة عن هذا الامر لانا ما كانش حد يدر ياخدها بيته لانا ما فيش غير واحدة طب انا انا رايح الى كورونسوس هل ممكن اخد معايا النسخة دي لا ما تقدرش تاخدها معاك انت ممكن تنسخها وتاخد النسخة وتروح بيها الى كورونسوس كويس طبعا اي مخطوطة معمولة من البردي عمرها الافتراضي ليها لها عمر افتراضي مع استخدامها الاسبوعي انت بتستخدمها كل اسبوع او لو عندك انجيل لؤة كان هناك او الاناجيل الاربعة بالاخص الاناجيل الاربعة كانت منها الارايات اسبوعية فانت كل اسبوع بتفتح المخطوطة كل اسبوع بتقفلها ده استهلاك ليه لانا مكتوبة على ورق البردي ومهما كان ورق البردي عمره الافتراضي خمسين ستين سنة مع الاستخدام مفيش حاجة هتقعد الف سنة كويس لكن كانت هذه الاسفار كان هناك مكتبات وكانت كل مكتبة فيها مجموعة من الاسفار كويس او نسخ من الاسفار سنة خمسة وتسعين بس هديكم مثل معروف كنيسة روميا كلمنت او كيرولوس يعني ارسل رسالة لكنيسة كرونسوس كان هو في روميا وحب يرسل رسالة لكنيسة كرونسوس لما بنقرى الرسالة اللي كتبها لكنيسة كرونسوس بنجد فيها بنجد فيها اقتباسات من كرونسوس الاولى والعبرانيين كويس ورسائل اخرى يعني عشان كاتب سنة خمسة وتسعين يقتبس في رسالته من رسائل بوليس الرسول معناه ان هو عنده القدرة على الاطلاع قدرة على الاطلاع على المخطوطة اللي بيكتبس منها فده بيقولنا انه كان هناك مجموعات من المخطوطات او مكتبات كانت في الكنيس هديكم مثل من ايضا من تاريخ الكنيسة سنة 180 ميلادية وقف انسان اسمه سيبار توس وقف امام المحكمة لكي ما يحاكم بسبب ايمانه وسأل وقتها الحاكم اي كتب تحتفظ بها في صندوق الكنيسة مش بس انه بيحكموا على ايمانه والمسيح لكن كمان بيسألوا عن الكتب التي بيحتفظ بها في صندوق الكنيسة الخاص فاجاب سيبارتوس وقال عندنا كتب ورسائل بولس رجل بار هو قال عندنا في الكنيسة كتب ورسائل بولس فطلب منه الحاكم ان يسلمها فرفض تسليم الكتب للحاكم ونتيجة هذا حكم عليه وعلى مجموعة من رفقائه بالموت يعني هذا الشخص مات استشهد لانه لم يسلم الكتب اللي موجودة للحاكم طبعا الاتهد مش بس كان على المؤمنين لكن كمان على الكتب اللي كانوا بيحتفظوا بيها المؤمنين كويس طيب اخد مداخلة وارجع اكمل مع حضرتكم آلو 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 أيوة مهلا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك كيف حالك نشكر رب كيف كنت أهلا أشكر الله اتفضل يعني الموضوع المخطوطات يعني أنا صراحة أنا منذ كنت صغير وأنا أقول لماذا الله يعني يجعل الأخرين محرفين ويحتفظ بكتب الأخرى يعني فهذا هو هو الضغط على الإله ليس الضغط على الإنسان أنك تقول أن الإنجير وطورات محرفة كأنك قلت لله أنك لا تستطيع أن تحتفظ بكتبه فأنا أعتقد أنه العامل الزمني أو السلطة لمحمد رسول الإسلام أنه لم تكن في يده السلطة ليحتفظ بكتابه الخاص فقال إنها محرفة والدليل أنه المخطوطات المزورية أنها بعد الإسلام فهذه لأن كل شخص يأتي إلى السلطة يقول لك لازم أن أعمل نسختي الخاصة فالمسلمين عملوا نسختهم الخاصة وهو القرآن الكريم واليهود عملوا نسختهم الخاصة وهي المخطوطات المزورية أعتقد هذا الشيء هو الذي ساهم هذا الشيء هو الذي ساهم في قولي أنها محرفة أولا المخطوطات المزورية في القرن التاسع الميلادي كانت يعني المزوريتك أو المجموعة دول من العلماء المتخصصين بالنسخ كويس لكن لما اكتشفوا مخطوطات كمران كويس اللي هي قبل النص المزوري بحوالي 1200 سنة اكتشفوا أنه مخطوطات كمران تتطابق مع النص المزوري فالمزوريين لم يخترعوا النص لا لم تفهمني أنا لا أقول لك أن التوراة الانجر محرفة قلت لك أن كل شخص يأتي بسلطة هو يتاه لازم يعمل نسخة خاصة به مثلا محمد عندما كانت له سلطة عمل نسخة وقال أن الآخرين محرفة أنا عندي الصح يعني الأمويين والعباسيين قالوا هذه المقول والمزوريين كذلك يعني اليهود قالوا أنا عندي الصح والتشكيل وكذا والآخرين ترجمة السبعينية لا يقبلون يعني أمور سياسية ليست أمور منطقية أشكرا لو كانت منطقية أنت فهم علي شكرا لك حلقة رائعة أنا نستمت عبق ربنا يخليك شكرا لك حبيب شكرا شكرا طيب أجي إلى جزء مهم جدا أنا نهاردة اكتشافت مخطوطة يريد طبعا كويس وعايز أعرف عمر المخطوطة دي عايز أعرف عمرها يعني تحديد عمر المخطوطات القديمة كيف يحدد عمر المخطوطة طبعا أي مخطوطة قديمة أنت بتكتشفها أو غيرك بيكتشفها مش بيبقى مكتوبة عليها التاريخ الكتابة فإلا إذا إلا إذا هذه المخطوطة مثلا بتذكر لنا أسماء ملوك أو ممالك تمت فيهم الأحداث اللي بتكلم عنها المخطوطة يعني مثلا ما يقول عن مثلا كورش الملك لو لقيت مخطوطة مثلا موجودة بتكلم عن كورش أنا قدر أحدد زمانها أقول آه المخطوطة دي بتكلم عن كورش ففيه إشارة تاريخية فده بيساعدني إلى حد ما أني أقول مخطوطة دي ترجع لسنة كام لكن معظم مخطوطات العالم القديم لا تحتوي على التاريخ مش مش زينا إحنا لما بتكتب النهاردة إيميل ولا جواب رسمي بتكتب لازم تكتب التاريخ كويس تكتب 15 يوليو 2023 ده التاريخ لازم تكتبه على كل الورق الرسمي أي ورق رسمية بتكتب عليها التاريخ بتاعها زمان ما كانش كده بوليس هيقعد ويكتب رسالة لكنيسة روميا مش هيكتبها هيقول سنة كذا في الوقت الفلاني والساعة الفلانية كانش حد بيعمل كده كويس فكيف يمكننا أن نحدد تاريخ المخطوطات القديمة أول حاجة بتساعدنا هي الموايد المستخدمة في الكتابة يعني فيه وقت كان ورق البردي هو السائد على مستوى العالم فممكن أقول الورقة دي سوري حتى شكلها وتأسيمتها إلى آخره تعود إلى الفترة الفلانية في وقت كانت العالم بيستخدم اللفائف الدرج كويس لكن جي وقت بعد كده بدأنا نستخدم الكودكس ليز الكتب اللفائف دي عشان تعملها بتحط واحدة جنب واحدة وتخيطها وتحط واحدة جنبها واحدة جملة واحدة جملة دي موضوع كبير جدا جي وقت المسيحيين بالأخص في القرن التاني وبداية يعني في مطالع بدأت فكرة الكودكس كودكس يعني الكودكس يعني أنا كتبت دلوقتي ورقة كويس وكتبت ورقة تانية فبدل ما لزقهم في بعض بحطهم فوق بعض فبيبقى عندي عندي كتاب فبقلب هذه الصفحات وبدأت يبقى الكتابة وشه وضهر فعلى مثلا عندي لو عندي خمسين ستين رقائق اللي هي جلد معز فوق بعض أقدر أكتب مئة صفحة كويس في وقت كمان بدأ يتكتب فيه بالقوائم الكولامز مش النص مش النص كل الصفحة لا الصفحة تتقسم إلى ثلاثة أو أربعة كويس بالطول ويتكتب الكتابة تتكتب كقوائم فيه أعرف أعرف كل ده تاريخيا أعرف أين تتعامل وإيه الوقت اللي انتشرت فيه فأسلوب الكتابة والمواد المستخدمة مهم جدا بيحدد لي زمن المخطوطة كمان الهند رايتنج طريقة الكتابة الهند رايتنج طريقة كتابة الحروف كويس ونعرف أن الحروف تطورت مع الوقت في طريقة كتابتها يعني لو خدنا الأبجادية العبرية أو حتى الحروف اليونانية نعرف أنه هناك تطور حصل أقدر أقول المخطوطة دي الحرف ده استخدم في الفترة الزمنية طريقة الكتابة دي استخدمت في الفترة الزمنية المعينة حاجة أخرى حاجة أخرى مخطوطات العهد الجديد كتبت بحروف بنسميها أنسيل أو أنشيل سكريبت اللي هو الحرف الكابيتل اللي هو الحرف اللي بتسميه إيه الحروف العالية كويس مش الحروف الصغيرة والاسلوب أنه ما فيش فواصل ما بين الكلمات تتجد المخطوطة كلها ما فيش فواصل ما بين الكلمات بيسموها سكريبتو كونتينيا سكريبتو كونتينيا يعني أنت بتستمر في الكتاب بدون فواصل بين الكلمات نوع الحبر ولونه وطبعا آخر حاجة بيستخدموها اللي هي الكربون آآ 14 أو بيسميها آآ ريديو كربون آآ بيشوفوا نسبة الكربون ويقدر يحددوا آآ عمر المخطوطة أو الشيء اللي اللي موجود طيب أتنقل الحاجة المهمة ما هي أهم المخطوطات اليونانية طبعا قبل ما أكلم عن الجزء ده آآ خليني خليني آآ أخد فيديو وهبدأ بالفيديو رقم اتنين الفيديو رقم اتنين الفيديو رقم اتنين آآ بيدعي فيه صاحبه يعني أنه بيمتلك اليقين على أنه النسخة الكرآنية اللي هو بإراها هي نفس النسخة اللي كانت موجودة أيام رسول الإسلام وبالتالي هي هو الكتاب الوحيد هو الكتاب الوحيد اللي عنده هذا اليقين أما مخطوطات الكتاب المؤدس فلا يوجد أبدا هذا اليقين خلونا نسمع الفيديو رقم اتنين وانا اتكلمت عن الصياغة الأصلية للقرآن هل أنا متيقن عندي يقين مطلق عندي يقين بأن القرآن اللي احنا بنقراده هو اللي كان بيقراد نبي محمد صلى الله عليه وسلم آه بسبب اللي احنا نعرفه عن نقل القرآن من النحية الشفاهية ومن النحية المكتوبة لكن في النهاية في حاجة الفلسفة بسموها الدليل الكافي وانا بقول ان المسلمين بيملكوا الدليل الكافي الذي يؤدي إلى اليقين أما النصارى واردكوا واردكوا قد إيه هو بيسب ويلعن في الكاتب بتاعه كتاب مخطوطات القرآن كويس للكاتب والعالم محمد المسايح كويس طبعا المقدمة بتقول لي مين هو هذا الكاتب أنا مش بتكلم على واحد هاوي أنا بتكلم على واحد بي اتش دي في مخطوطات القرآن وكمان درس تحت أسادزة يعتبر رقم واحد في هذا الموضوع مخطوطات القرآن هرلك جزء من الكتاب من صفحة يا طويل العمر صفحة 25 كويس وانت قلت الكتاب عندك نصوره بيقولي الكاتب ما ضاع من الكرآن ايه دا هو في حاجات ضاعت من الكرآن اه في حاجات كتيرة ضاعت من الكرآن فما تجيش تقول لي انه النسخة اللي انت عندك هي نفسها النسخة اللي كانت ايام الرسول جبت منين اليقين دا طب شوف رغم ما قام به الخلفاء من اجراءات للحفاظ على النص الا ان واقع الامر يدل على ان القرآن قد ضاع منه الكثير منذ البدايات الاولى لتدوينه باعتراف بعض الصحابة والمقربين انفسهم دع منه الكثير يعني ابسطها الداب اللي اياكلت نص من النصوص كويس يقول حيث يقول عبدالله ابن عمر لا يقلنا احدكم قد اخست الكرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقول قد اخست منه ما ظهر منه يعني ضع منه كثير لكن المتوفر انا اللي خدته كويس وما وبعدين يقول ويروي ويروي ابو موسى الاشعري ان المسلمين كانوا يقرؤون صورة شبيهة باحد المسبحات وانه نسيها ولا يتذكر منها يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في اعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ويذكر القرطبي ايضا ان صورة الطوبة قد سقط اولها برواية بعض الاولين وعن ابن عجلان بلغه ان صورة براءة صورة الطوبة كانت تعادر صورة البقرة او قربها فذهب منها الكثير كويس الى اخره طبعا واللي ضاع واللي اتناسى الى اخر الى اخر الامور اليقين اللي جبته ده منين انت ما عندكش النسخة الاصلية اللي كتبها عثمان ما عندكش انت عندك نسخة منها لا يوجد احد من علماء مخطوطات القرآن يقول ان اي نسخة من الموجودة دلوقتي هي بترجع الى عثمان هي نسخة من عثمان وما عندكش النسخة الاصلية اساسا اللي كانت اتكتبت قبل عثمان لانه جمع كل النسخة وحرقة ده انت حتى ما عندكش النسخة الاصلية لصحيح البخاري مش موجودة ضاعت اليقين ايه اللي انت بتتكلم عنه يقين ايه اللي انت بتتكلم عنه وانا في الجزئية دي خليني ااخد الفيديو رقم ثلاثة لانه مرتبط بالجزء ده بيس فبيتحم المسيحية بنحن المسيحية تتنافى مع اليقين اليقين والمسيحية لا يكتمع معا انا ما شفتش بصراحة بجاحة بهذا الشكل يعني يعني مفيش بهذا الشكل هليني اسمع رقم فيديو رقم ثلاثة هاختم الفيديو باني اقول اليقين والمسيحية لا يلتقيان وان المسيحيين ما عندهمش الادلة الكافية التي توصل الانسان لليقين وان بما ان المسألة متعلقة بالدين والمصير الابدي حياة ابدية اموت ابدي او جنة ونار يبقى لازم يكون عندي الدليل الكافي الذي يقوني الى اليقين ده انت ما عندكش اليقين ان انت رايح الجنة ده انت حتى رسول الاسلام ما كانش عنده اليقين انه رايح الجنة ولا يعلم ماذا سيفعل به الله انت ما عندكش اليقين ده المسيحية هي اليقين اليقين المؤسس على الايمان واليقين المؤسس على صدق كلمة الله تبردلي على الفيديو بتاع اسمه عطية مبروك وبتكلم عن رسول الاسلام او مبروك عطية اللي دينوا واحد عطية مبروك ومبروك وعطية رسول الاسلام ما عندهش اليقين انت ما عندكش اليقين انت لو موت ما عندكش اليقين انك رايح حتى الجنة يقين ايه اللي بتتكلم عنه وتقول لي المسيحية لا يوجد فيها يقين ده المسيحية مؤسسة على اليقين لاني موقن بمن امانت ده المسيح قال كده من امن بي ولو مات ده يقين انا هو الطريق والحق والحياة ده يقين ناخد الفيديو الاخير وارجع البركة في نحن نكلم شوية عن مخطوطات كتير معدس كم ناخد الفيديو قال سيدنا محمد صلى الله عليه سلم والله وانا رسول الله لا أدري ما يسعد بي يعني عرور عالجنة ولا النار دي عايزة اثنين عربي يشرحوها نبي بيهلك وأنا الرسول ما عرفش هيتعمل فيي ايه يقين 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 زائف يقين زائف لا يوجد يقين بعيدا عن شخص المسيح ولا يمكن أن تختبر اليقين والسلام بعيدا عن المسيح طيب أجي إلى أهم المخطوطات اليونانية طبعا هذا الداعية يعني بيدعي أنه مفيش مخطوطات كويس نقدر نعتمد عليها قبل القرن الرابع وهو طبعا كذاب ومدلس ده أبسط وصف لي لأنه لا يفقى شيء عن مخطوطات الكتاب عدس خلينا اتكلم شوية عن البهناس الاخوة المينيوية بهناس في المينيا بهناس كانت معقل مسيحي قبل الإسلام طبعا النهاردة بيقيت معقل للجماعات الإسلامية هتلاقوا أي واحد بيدرس مخطوطات هيدرس عن أكسر هينكوس اللي هي البهناس مخطوطات كتيرة جدا مخطوطات كتيرة جدا ومخطوطات بالألاف بالألاف اتوجدت في البهناس كويس هذه المخطوطات وجدها العلماء البهناس هي خلينا حط اسمها تحت هنا وهي في جنوب مصر عند محافظة المينيا كويس ولو حبيت أقول بعض المعلومات في أواخر القرن التسعتاشر وبداية القرن عشرين اكتشفوا علماء البرديات بالأخص جرينفيل وهانت عددا كبيرة من المخطوطات في مكان لإلقاء الزبالة قرب البهناس اكتشفوا عدد كبير جدا من المخطوطات هذه المخطوطات تعود إلى القرن التاني وحتى دخول الإسلام سنة ستمية وربعين ملادية يعني مخطوطات كثيرة جدا أغلب البرديات هي أوراق رسمية من ضرائب وموافق وتسجيلات وأغلبها مكتوب باللغة اليونانية وبعضها بالهيروغليفية واللاتينية والقبطية وطبعا مع دخول الإسلام صار عندنا أيضا بعض المخطوطات الإسلامية أو العربية المجتمع الأكاديمي في ذلك الوقت جمع حوالي خمس تلاف مخطوطة كويس من هذه المخطوطات لكن لكن عدد المخطوطات يتعدى نص مليون مخطوطة هنكلم على كم هائل جدا من المخطوطات من الوقت اللي اكتشفوا فيه هذه المخطوطات كويس اللي هو في نهاية القرن التسعة عشر وابداية القرن العشرين يعني يمكن اكتر من 120 سنة او 130 سنة دلوقتي من الوقت اللي اكتشف فيه هذه المخطوطات الى يومنا هذا مازال علماء المخطوطات بيترجموا وينشروا ما يترجمونه في مجلدات اخر اخر هذي المجلدات كان سنة 2021 المجلد رقم 86 المجلد رقم 86 اللي نشرته جامعة اكسفورد وبيحتوي على اخر ما تم ترجمته من هذه المخطوطات ولسه شغالين يعني 140 سنة شغالين او 130 سنة بيترجموا ولسه ما خلصوش كويس فيها طبعا برديات برديات مسيحية كتيرة مجموعة كبيرة من المخطوطات المسيحية تضمنتها برديات او برديات البحناسة منها طبعا مخطوطات كثيرة جدا يعني البي هنا حرف البي هو اختصار باباريس او بردية فبتترقم بردية واحد وخمسة وعشرة واحد وسبعين الى عندنا مية تلاتة وثلاثين بردية خاصة بس بالعهد بالعهد الجديد خلينا نتكلم على بردية رقم واحد او بيسموها اوكسي وان كويس بردية رقم واحد دي تعود الى نهاية القرن التاني الميلادي نهاية القرن التاني الميلادي وجدت فيه البحناسة في المينيا كويس موجودة حاليا في مدينة فلاديلفيا بجامعة بانسلفانيا جامعة بانسلفانيا فيها زي مكتبة خاصة بالبرديات وبتحتوي هذه البردية على متة واحد من واحد الى تسعة وعدد اتناشر ومن عدد اتناشر الى عدد اربعتاشر هي مش كبيرة لكنها بتحتوي على جز من انجيل متة ومن اصحاح واحد دي صورة البردية انا ليه بجيب الصورة دي هنا الصورة دي مهمة جدا لانا بتقول الى اي مدى البردي الى اي مدى البردي مع الوقت بيدوب يعني حتى حتى لو ان حبيت او اي حد حب يروح يشتغل على البردية دي مقدرش المسح ممنوع تلمسها ويس لانه الورق بتاعها اصبح يعني متاكل ولانها موجود على ورق البردي وبقالها عمرها اكتر من الف وتسعمائة سنة في يعني في حالة يدوبك تقدر تقرأ الناس تقرأ الناس والناس واضح وطبعا اي حاجات missing او مفقودة في المخطوطة دي لما بيجوا العلماء يترجموها كويس بيحط الكلمة المفقودة ما بين قصين يعني لما لما يتكلم مثلا عن متة واحد وهذه موليد يسوع المسيح ابن الله يتكلم عن ابن ابن داود ابن ابراهيم ابراهيم انجب اسحاء اسحاء انجب يعقوب لو كلمة يعقوب دي فيها حرف بس موجود والباقي مش موجود بيتحط الباقي ما بين قصين وبيتحط له الترجمة من اكتر الكتب اللي بتشمل المخطوطات يعني النص المخطوطات او البرديات دول جزئين كويس مهمين جدا اللي هو كتاب نص المخطوطات القديمة اليونانية العهد الجديد وده الفوليوم ده او المجلد ده بيضم مخطوطة واحد الى 72 والجزء التاني بيضم المخطوطة رقم 75 الى رقم 139 كمان كتاب اخر مهم جدا كورت الين وباربرا الين ودول طبعا نسلة الين معروف ترجمة النص اليوناني تنقيح النص اليوناني بتاع نسلة الين معروف جدا اللي بيدرس يوناني ده the text of the new testament كويس وكتاب اخر مهم ايضا encountering the manuscript يعني تعرف او تقابل مع المخطوطات بتاع فليب comfort دي مجموعة من الكتب اللي بتضم قائمة كاملة من مخطوطات اليونانية او البرديات اليونانية للعهد الجديد انا اعريكم اول وهذه البردية اللي موجودة قدام حضراتكم طبعا الورقة اللي زي كده مكتوب عليها وش وضهر مكتوب عليها وش وضهر ومكتوب عليها الرقم بتاعها فوق ولما بيكتبوا ارقام الصفحات لما يكتبوا ارقام الصفحات ارقام الصفحات بتبقى هي حروف يعني الالف ده حرف فحرف واحد فلما عايز يقولك انه الصفحة دي صفحة واحد يحط الالف الالفة والحط بقية الحروف طول ما انت ماشي تقدر تعد عدد الصفحات طبعا كمان من المخطوطات المهمة مخطوطة اربعة وبرديت اربعة وبرديت اربعة وستين وسبعة وستين تعود الى النصف التاني من القرن التاني اكتشفت ايضا سنة الف تمنمية تسعة وتمانين ميلادية في قبطس منطقة اسماها قفط في تبع تبع انا والجميل او الغريب انه المكان دوا كان معقل مسيحي وحصل فيه نوع من التمرد سنة 1172 فقام الوالي اللي هو اخو صلاح الدين باعدام 3000 شخص مسيحي في المدينة وريكا ادي لشن تقول المخطوطات ضعت المسلمين كانوا سبب في ضياع اعظم واجمل واروع المخطوطات القديمة هنكمل مع بعض الحلقة اللي جاية في اسماء بعض المخطوطات واماكن اكتشافاتها انا عارف يمكن المادة شوية نشفة لكن مهم جدا احنا نعرف انه كلمة الله لم تتغير الا ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم